ضم إلينا من واشنطن مراسلنا هناك زيد بن يمين مساء الخير زيد تصريحات كثيرة في بعض الأوقات متضاربة من واشنطن فيما يتعلق بموضوع الطائرات البولندية الحربية هل اتضح الموقف النهائي من قبل واشنطن فيما يتعلق بنقل هذه الطائرات من بولندا إلى أوكرانيا إن حدث ذلك؟ نعم بدر الولايات المتحدة كانت تعتقد بأنه وكانت تؤكد في أكثر من مناسبة أن منح هذه الطائرات هو قرار سيادي لبولندا وقبول هذه الطائرات هو قرار سيادي لأوكرانيا في لحظة من الزمن وجدت نفسها في نصف في مركز هذا الجدل بين البلدين وهي لم ترد مثل هذه الأضواء الولايات المتحدة منذ البداية كانت مع فكرة منح قدرات دفاعية من بينها صواريخ ستينجر مثلا إلى المقاتلين والمقاومة الأوكرانية في نهاية الأسبوع الماضي ولكن الرئيس الأوكراني ضغط الكونغرس من أجل أن تتدخل أن تتوسط واشنطن في قضية تسهيل وصول هذه الطائرات ولكنها وجدت نفسها ربما يوم أمس أنها أصبحت في وسط هذا الجدل وأن الطائرات قد نقلت إلى ملكيتها مجانا وأنها يجب أن تتخلص منها بإرسالها إلى أوكرانيا وهو ما تقول أنه يمثل تحديا سياسيا وتحديا لوجستيا التحدي السياسي هو أن تذهب هذه أو أن تقلع هذه الطائرات من قاعدة أمريكية في أوروبا وتتوجه إلى منطقة حرب تخوط فيها روسيا التي وضعت قواتها النووية في حال التأهب قد يدخل المنطقة في حرب وقد يؤدي إلى ضربات ربما انتقامية من روسيا وهو ما لا تريده الولايات المتحدة وربما هي أيضا تستعد لمثل هذا السيناريو بعد أن نشرت بطاريتين باتريوت في بولندا نفسها هذا اليوم فبالتالي هذا هو التحدي السياسي الذي لا تريد الولايات المتحدة الدخول إليه والتحدي اللوجستي يكمن في تحديد نقطة الانطلاق وهذه النقطة كانت أصلا مدارة جدل مع بولندا لأن بولندا أصلا لم تحدد نقطة انطلاق هذه الطائرات من على أراضيها وأيضا نقطة هبوط هذه الطائرات في أوكرانيا وهو أمر يجب أن يتم التشاور فيه مع الأوكرانيين ربما ليس هناك الكثير من المعارضة من قبل الأوكرانيين ولكن أيضا هناك عامل آخر وهو أنه يجب أن تصل هذه الطائرات سليمة إلى المطار أو نقطة الاستلام الأوكرانية التي قد تكون في غربي البلاد بدون أن يتم تحديد مسارها أو التقاطها من قبل الرادارات الروسية التي تبدو هي أوكرانيا فعليا في المناطق الشمالية والشرقية هي تحت مضلة الدفاع الجوي الروسي طبعا الحديث كما يقول بعض المساعدين في الكونغرس أن واشنطن قد تكون علنيا مع هذه الفكرة ولكنها سريا ليست كثيرة الحماسة لها ولكنها مضكرة أن تجاري المياه المتدفقة القادمة من الكونغرس فكرة في البداية بل وعرضت أكثر من ذلك عرضت أن تعاود بولندا عن تلك الطائرات الميج 29 بطائرات الـ F-16 هل تراجعت عن ذلك الموقف المبدئي؟ لا يمكنها أن تتراجع علنا عن هذا الموقف ولكن فعليا كما قلنا أن الولايات المتحدة اعتبرت هذا الحديث ربما لن يترجم على الأرض فعليا ولكن هناك يبدو أنه خطأ حتى في الجانب البولندي حينما ترجم تصريحات وزير الخارجية بلينكين يوم الأحد بأنه منفتح نحو هذه الفكرة وذهبوا إلى الحد الأقصى حينما أعلنوا وضع هذه الطائرات في الملكية الأمريكية بحيث فاجأوا الأمريكيين بذلك كانوا يعتقدون بأنه إذا سارت هذه المحادثات والمشاورات بصورة سرية ممكن شراء بعض الوقت ولكن فعليا لا يمكن تنفيذ الفكرة على الأرض طبعا واشنطن أيضا تفكر في أمور أخرى لها الأولوية أولا عدم توسيع هذه الحرب والأمر الثاني هو أنه مع اقتراب القوات الروسية في إحاطة جميع المدن الأوكرانية الآن أصبحت هناك فكرة أخرى وهو كيفية إيصال المساعدات إلى المدن المحاصرة وإمكانية استخدام الطائرات المسيرة من دول حلف الناتو فلا يريدون التصعيد كثيرا ربما يكونوا منفتحين للأعمال الإنسانية للممرات الجوية الإنسانية ولكن مثل هذه الفكرة تطبيق هذه الفكرة قد يؤثر على مستقبل هذا التعامل وأنت تتحدث هناك خبر عجل على الشاشة واضح الآن يقول البيت الأبيض يجب أن نضمن وصول الطائرات البولندية المقدمة لأوكرانيا سليمة إلى القواعد الأوكرانية كيف يتسق هذا التصريح مع التصريحات التي أفتنا بها قبل قليل نعم مثل ما قلت هناك مشاكل لوجستية هناك مشكلتان المشكلة الرئيسية الأولى تحديد نقطة الانطلاق ونقطة هبوط هذه الطائرات والنقطة الثانية يجب أن تسلم سليمة لأنها ملكية دولة أوكرانيا فبالتالي لا يمكن أن تدخل في الأجواء الأوكرانية ويتم إسقاطها كيف سيتم التعامل معها مثل هذه الفكرة قانونيا هذا يجب أن يناقش على صعيد خبراء العسكريين والخبراء القانونيين وهذا ما تقول الولايات المتحدة أنه يجب أن يترك لهؤلاء ليحددوا المسار العملي اللوجستي العسكري قبل الذهاب والحديث عن وضع هذه الطائرات تحت التصرف الأمريكي بهذه السهولة شكرا جزيلا زيد بن يمين مراسل التلفزيون العربي في العاصمة الأمريكية ترجمة نانسي قنقر